أهلا بحضراتكم مرة تانية وما زلنا مستمرين في رصد أهم فعاليات قمة المناخ كاب 27 وما حدث بها أمس والحقيقة أنه مبارح سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي فتتح مؤتمر المناخ اللي بينعقد فيه شرم الشيخ كان بيشارك في الشقة الرئاسي 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد من الشخصيات الدولية والخبراء خلال المؤتمر تم الحديث عن تأثير المناخ على الطاقة أيضا الإعلان عن شراكة استراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة بقيمة 100 مليار دولار خلينا نعرف تفاصيل أكثر من المهندس سيد الطاهر عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة اللي بنورنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتك يا فندم بنورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا فندم صباح حضرتك أهلا بك في البداية عايزة أعرف رؤية حضرتك عن هذا الطرح والشق الرئاسي وكلمة سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وأيضا عايزة أعرف من حضرتك رؤيتك لطرح هذه القضية تحديدا قضية تأثير المناخ على ملف الطاقة طيب وإحنا لو هناخد الجزء الأولاني من السؤال طبعا هو إحنا الحضور اللي تم مبارح بالنسبة لقادة العالم المية وعشرة اللي حضروا مبارح من قادة العالم ده مؤشر كويس جدا وواضح أن إن شاء الله نطلع بنتائج إيجابية ونطلع فعلا بقى بالنواحي التنفيذية يعني إحنا اتحطي زي ما قلنا في 2015 الاتفاق بتاع باريس كان السنة اللي فاتت كان البلان أو الخطة اللي اتحطت علشان نمشي النهار ده إحنا في مرحلة التنفيذ وده اللي أطلق على مؤتمر المناخ لكوب 27 إن ده هيبقى مرحلة التنفيذ هي طبعا لها متطلبات كتيرة جدا من أهمها النواحي التمولية لكن الرؤية اللي كانت موجودة في اليوم الأول اللي طبعا بعد اليوم الإجرائي تؤشر إن إن شاء الله الموضوع يتم فيه اتفاقات ونطلع بخطوات إيجابية كويسة إن شاء الله أكيد مصر كان لها استراتيجية واضحة في تبني فكرة الطاقة النظيفة وبتقول إن ده حيفرق في الفترة القادمة على التغير المناخ إحنا مفروض إن إحنا الفترة القادمة إحنا بالفعل كان عندنا شوية مشروعات الفترة اللي فاتت حاولنا نشتغل عليه متخيلين إن إحنا مستقبلاً هنأمل يعني هو فيها خلينا نتكلم عن الخطة اللي معمولة في وزارة الكهرباء بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة للعام 2035 اتحط بالفعل بناء على الدراسة اللي كانت معمولة 42% من قيمة الطاقة المولدة على الشبكة الكهربية هتكون من الطاقة الجديدة والمتجددة بمعنى يعني خلينا نقول برضو المكتسبات يعني أنا نقول النهاردة لما وصل ل42% من قيمة الطاقة المولدة كطاقة جديدة والمتجددة ده معناه أن أنا بقلل من الطاقة المولدة بالوقود الأحفوري بنسبة اللي 42% فده في حد ذاته من النجاحات اللي قامت بيها مصر في الفترة الأخيرة وطبعا ده كان على صداها شفنا مجموعة كبيرة جدا جدا من المشروعات القومية اللي اتعملت النجحة كان أهمها طبعا مجمع بنبان بأسوان اللي هي رابع أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم اللي هو أطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية طبعا ده كان صرح كبير وكان نجاح كبير جدا فيه في الفترة اللي جاية بيدرس حاليا يعني طبعا للوزارة بتاعة الكهرابة والطاقة مشروعات اللي خاصة بالرياح في خليج السويس استكمالا طبعا لما تم في الأعوام السابقة في الزعفرانة محطات الهايدرو أو اللي هي خاصة بالسدود زي محط سد العالي بتاعة زمان كده ده بيتم حاليا دلوقتي برضو في محطة أماطر أسيود الاهتمام بمجال الطاقة أو بملف الطاقة الكهربية إنها تكون طاقة نظيفة بيان على الأرض الواقع مصر بدرت يعني قبل الموضوع المؤتمر بخطوتين ثلاثة خلال الفترات السابقة ويمكن ده اللي خلى مصر النهاردة هي رائدة في هذا المجال وخلى مصر النهاردة لها الدور القوي والفعال في استضافة مؤتمر زي المؤتمر الحالي عندنا في شارم الشيخ مجندية بشواندس كمان انطلاقا من فكرة يا حدريك كلمت عن مجمع بنبان للطاقة الشمسية وما إلى ذلك الفكرة إنه بمنتهى البساطة إنه ارتفاع درجة حرارة الأرض ودرجة الرطوبة والجسيمات العليقة ده ممكن تؤثر على سطوع الشمس بالنسبة كبيرة أو غيابها حتى لفترات أطول من اللي احنا معتدين عليه فبالتالي يؤثر كمان على يمكن طرق أو أسليب توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة زي الشمس طيب عايزة أقول لحضرتك بقى النقطة تانية وهي النقطة الأهم والأبرز في قمة المناخة كاب 27 وهي فكرة التمويل التمويل اللازم ايه هو التمويل اللازم هذا التمويل كمان يجب أن يخصص في ايه أو يوجه لإيه؟ التمويل اللازم طبعا تبقى للاتفاق اللي كان تم اللي هو المية مليار دولار سنويا من الدول المتقدمة لصالح الدول النامية هو هيخصص للمشروعات التنموية اللي خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة هيخصص في كل ما هو يقلل الانبعاثات الكربونية أو الاحتباس الحراري وبالتالي فهي هتبقى فرصة جيدة للتوسع أو العمل بشكل كبير في المشروعات التنموية الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وطبعا من أهم الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيها ان ده برضو مش هيكون كافي لوحده بشكل كبير يعني أنا شايف انه لازم يتم تضافر ما بين الحكومات وما بين القطاع الخاص وما بين المستثمرين لازم نخلق سيانة على المستوى المحلي أو مصري يعني أو على مستوى العالم بالنسبة للدول وخاصة طبعا قارة أفريقيا لازم يتم التناغم أو الترابط ما بين الحكومات وبين القطاع الخاص وما بين المستثمرين ويتفتح سكة سهلة بسيطة للمستثمرين تشجعهم على عملية الاستثمار بشكل آمن من جميع النواحي بقى من نواحي ضربية من نواحي تكلفة من نواحي التصريح حتى الأمنية والحاجات اللي بتتم كل ده لازم يكون فيه نوع مشاركة بشكل كبير جدا من الجهات الحكومية في كل دولة من الدول على أساس يشجع النواحي الاستثمارية لأن المبلغ الالتزام أو الالتزام اللي تم الاتفاق عليه لا مش هيكون كافي بالمرة في تنفيذ المشروعات التنموية المرجوة وخصوصا بعد التصارع الشديد في التغيرات المناخية اللي احنا بتدينا نلاحظها في جميع دول العالم مش على مستوى الكارة الأفريقية بس شفنا دلوقتي كمان في كارة أوروبا في جفاف عنهار شفنا في الصين فالنهار ده الموضوع بقى واضح ومالموس للجميع ويمكن أنا أتوقع أن ديها تبقى نقطة قوية جدا أن خلاص كل الناس بقت حسب دا أو ديها في النار فده إن شاء الله يسهم بتفاعل قوي وإيجابي في المؤتمر ونطلع بنجاحات إيجابية إن شاء الله بإذن الله أكيد زي ما جمانا كانت لسه بتقول يعني فيه أثار سلبية ممكن تكون بتحصل للتغيرات المناخية وأبرزها زي ما كانت جمانا لسه بتقول حيلا درجة سطوع الشمس أو التغيرات اللي بتحصل حالك بتقول عن جفاف الأنهار والشكل المختلف اللي بيحصل في التطريس اللي احنا متعاودين عليها في الجغرافية الكرة الأرضية لما نقدر نقول إن احنا لو بتدينا نتعامل مع هذه الأثار السلبية للتغيرات المناخية وبتدينا نحجم استخدام الطاقة غير النظيفة ونزود استخدام الطاقة النظيفة حيفتح مجال أكتر لفرص عمل أكتر حيفتح مجال أكتر لتبادل تجاري أكتر بين الدول في أفريقيا بالذات إنهم يتربطوا أكتر بإن أحد عنده شمس نصدر طاقة بشكل أو بآخر إنتاج ألوح شمسية مصانع تكون صديقة للبيئة حتى وإن كانت دات كلفة عالية في البداية ولكن بعد شوية ممكن تكون بتوفر كلفة؟ بالضبط كده وزي ما حك تفضلت بالضبط يعني أنت قلت إجابة السؤال بشكل جميل جدا ومنظم هو النهاردة إحنا علشان نقدر نتكيف مع الواضع الحالي ده بيتم كمان من خلال المشروعات اللي تتقدم زي النهاردة إزاي أن أنا أعمل توطين للصناعة بتاعتي بالنسبة للألواح الشمسية التوجه نحو الهيدروجين الأخدر والهيدروجين الأخدر ده هو محط يعني محط إحدى مام العالم أجمع في الفترة اللي جاية خصوصا أنه في كريتو سهلة جدا وبسيطة جدا هو بيطلع من المية من خلال الفصل الكهرابي بجهاز إلكترولايزر ولكن هو بيحتاج إلى طاقة شمسية بشكل كبير وبشكل قوي بتخليني النهاردة أن أنا أفكر في الموضوع بطريقة مختلفة إزاي النهاردة أن أنا بدلا ما كنت بفكر أن أنا أعمل استبدال للوقود الأحفوري بخلال طاقة جديدة ومتجددة من خلال الطاقة الشمسية لأنه النهاردة أصبحت عايزة أنتج أو أعمل طاقة شمسية علشان أقدر أعمل بيها أو أستنتج بيها أو أولد بيها الهيدروجين الأخدر إلا أنا أعمل بيها الفصل الكهرابي وطلع الهيدروجين الأخدر فإذا أصبح النهاردة من أولى الأولويات هو استخدام الطاقة الشمسية وفي ظل دولة زي مصر اللي ربنا حبانة بالشمس طول العام ده يخلينا نفكر بجدية وبشكل كبير جدا ودي اعتقد انه لازم بيه دعوات مباشرة للمستثمرين بالداخل والخارج بالاهتمام بموضوع الألواح الشمسية بالاهتمام بموضوع مقاومات الانتاج الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة ويمكن فيه فرصة كويسة جدا من ضمن الحاجات الأبحاث اللي هتعرض في المؤتمر في يوم الشباب عندنا نموذج قويس جدا من تحديث للطاقة الشمسية النهاردة من اهم او ابرز مشاكل للطاقة الشمسية البطاريات يعني الالواح الموضوع الى حد ما ابتدى ان كان بنسبة كبيرة النهاردة بيجمع في مصر او ابتدت مراحل تصنيعه ولكن البطاريات اللي هي العائق الكبير عائق بقى من ناحية التكلفة عائق من ناحية التصميم من ناحية حاجات كتير مدة العمر الافتراضي بتاعتها ما بتبقاش كبيرة يعني لازم كل خمس سنين اغير بطارية النقطة البحثية بقى اللي بعرضها هي قريدت عاملت حاليا في جامعة ابو ظب على ميديول او نموذج صغير بيخليني النهاردة استخدم الطاقة الشمسية وبدل ما انا بولد منها بشكل دايرك طاقة كهربية لانا بولد طاقة حرارية الطاقة الحرارية دي بيتم تخزينها بقى ده الاستغناء عن البطاريات تماما بيتم تخزينها في احجار وانواع معينة من الطربة اللي هي مصر غنية بها جدا ومتواجدة عندنا بوفرة شديدة جدا جدا في الصحراء ويخليني اخد جزء منها لتحويل الطاقة الحرارية الى طاقة كهربية واخد الجزء التاني كستورج او كتخزين بدل البطاريات اللي سعرها مكلف وسعرها باهز لان النهاردة انا بستغل جزء من الموارد الطبيعية اللي موجودة عندي في مصر على في الصحراء يعني مش محطوط لها ده برضو استثمار وشركات حتيجي تنقب عن الكلام ده فرص عمل تانية يعني احنا نتكلم في انها حلقة بتجر بعضها او تلسلة بتوصل بعضها بالزبط كده بالزبط كده بشمانس خاني برضو اسأل حدريك عن نقطة مهمة جدا يعني انبارح كمان اعلن الرئيس الاماراتي عن شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة بقيمة 100 مليار دولار كلمني عن هذه الاستراتيجية اهميتها ازاي هتقدر انها تكون مؤثرة في ملف قضية المناخ بشكل عام ده موضوع قويس جدا هو طبعا الاستراتيجية اللي اتعملت ديان بالقيمة دي هو علشان يوفر 100 جيجا الميت جيجا واط هتدخل على الشبكة كلها طاقة جديدة ومتجددة وان شاء الله يكون لمصر النصيب من هذه الاستراتيجية لان هي مش هتتم بس في امريكا وفي الامارات المشروع اللي كنت بكلم حضراتكم عنه دلوقتي هو جزء من الدراسة اللي بتعرض في الامارات للمشاركة اللي ممكن تتم بين مصر والامارات ان شاء الله في التنفيذ لان هي اليات تنفيذ ولسه الحد النهاردة ما تحطتش على الارض الواقع ومجرد مديول ودراس فالنهاردة هو هيطرح عشان ياخد اليات التنفيذ التمويل او الاستراتيجية اللي اتعملت ان انا اقدر النهاردة اعمل 100 جيجا واط طاقة جديدة ومتجددة دفحت ذاته نجاح ضخم جدا وكبير جدا وده معناه انه بيقلل لي الوقود الاحفوري بشكل كبير بيقلل لي الانبعاثات الحرارية بشكل كبير بيقلل لي احتباس الحراري بشكل كبير فهو كده يعني ده كده احنا ماشيين كدما فيه الخطوات المرجوة من يعني مكافحة التغير المناخي ولكن خلينا نقول ان اللي هيتم ده او المبلغ المرصود بالشكل ده زي ما حضرتك تفضلتي مش هيتم داخل الامارات والولايات المتحدة الامريكية فقط لأ هم هيدوروا على الاستثمار الامن اللي بيتم داخل اي دولة ممكن يكون فيها الموارد الطبيعية اللي تستغل يعني الاستخدام او الانتاج القيمة دي من الطاقة ومصر طبعا من ابرز واهم الدول اللي عندها الامكانيات والموارد الطبيعية فان شاء الله يكون لنا نصيب من هذه الاستراتيجية ده هيكون حاجة دعيمة برضو لنا في الفترة القادمة من مشروعات التنموية طيب فاندم يعني ده هيكون متعلق بأي شكل من الاشكال حتى بالاستراتيجية الوطنية اللي تبنتها مصر تجاه هذه القضايا قضايا تغيير المناخ اه طبعا هو بالفعل كله مرصود لقضية المكافحة التغيير المناخ وكله مرصود الاستراتيجية بالكامل القيمة دي مرصودة للنقطة دي انه هو للتوليد الميت جيجا او الميت الف ميجا علشان نقدر ندخلهم على شبكة القهرباء التوزيع اللي ممكن يتم الرابط اللي ممكن يتم بين الدول مشاريع البنية التحتية اللي ممكن تتم ما بين الدول يعني حتى دي نقطة كنا لسه بنتكلم عنها من قريب انه يهمني قوي او اكتر جزء من الدعم المادي اللي معمول حيتعامل علشان الربط ما بين الدول في البنية التحتية وخصوصا لقارة افريقيا طبعا طبعا بنشكر حضرات جزيل شكرا المهندس سيد الطهر عضو المجلس العربي اللي اتقل مستداما والتالي فاننا في سبار خير شكرا جزيلا